الله يبارك فيك في خليك يا ابن عمي ايه يعني هلأ بتقدروا تعلنوها رسميا وبتم المليان انه ابن عم كنت يصير صار مستشهر الوزير ايه طبعا لك منصب مهم وحساس وينك ابن العم اذا بدك شي احكيها ولا يهمها انا بالخدمة ولو يا ابن العم هذا واجبي اصبح هزر تريد الله يخليلي اياك بتبشر لي كل اللي بتشوفه باستلام المنصب ايه عفون ابن العم عمرين الهاتف التاني ببقى بحكي معه مع السلامة الله معه مع السلامة هلو اهلي اهلي لا اعرفتك من صوتك اهلينا اخي لح وينك انت يا رجول لا بس تلفنتلك عالبيت وحطتلك خبر ايه والله مستشار ايه والله لا لا مستشار وزير ايه ايه من تمك رباب السماء ان شاء الله الخطوة التانية على الوزارة ايه طبعا لازم تشت ظهرك فيني كيف لكان طبعا طبعا وانا بإذن الله راح حلل لك كل مشاكلك بس انت طوي بارك علي شوي ايه عنك حبيبي حطرش ليك ويديك بمي باردة يعني انا اذا ما حلتلك مشاكلة مين راح يحلها ايه لا لا خبرت ولو معاول ما اخبرت لتاني عفون اخي عمرين الهاتف الثالث على مقتلين ببقى بحكي معك مع السلامة هلو اهلي الاستاذ راتب اهله وسهله مرحبا نعم ايه انا اللي قرأت اسمي بالجريدة ايه مستشار الوزير ايه لك مين غيري يعني لا اه موتشابه اسمي ايه هذا انا ايه طبعا منصبها لا هيك راح ازعل منك شو عم فعكي انت يعني معقول اتنكر لأصدقائي ايه مستحيل بيكون ما فيني اصل ايه لكان لا ولا يهمك على عيني مراسي ايمت ما بدك تشرفني يا اهله وسهله ومرحبا فيك اهلي ارسالي حبيبي مع سلامي استاذ راتي الله مع حبيبي تحياتي سيادة الوزير تفضل شو كان سيدي مستريح لك تفضل شو مستريح ما مستريح تفضل شو كان يا سيدي يلا خلي مياك طب مني مرتاح بهذا المنصب الجديد الحمدلله سيدي ايه والله مرتاح مرتاح كتير سيدي الحقيقة انا اخترتك اليك بالذات لهذا المنصب الحساس لاني سمعت انك انسان نشيط وحربوء بعدين الوصاية الي جايتك ما اكن كتير وما بنسترجي نخجلها ايه سيدي شو بنا نساوي الله يكتر اللي محبين ولها السبب بدي ايك تكون عند حسن ظني وظن الناس الي رشحوك اكيد سيدي اكيد بإذن الله يعني بتمشي حسب الاصول وصاية رشاوي نطوطة من فوق الاساطيح ما بدي اعوذ بالله شو عم تحكم انتوا سيديه معقول يعني؟ يعني بقدر اتطمن وعطيك الثقة ولو سيادة الوزير انا بعجبكم تمام اذا الله راد عظيم طمنتني تفضل اروح على شغلك شكرا شكرا سيدي الوزير سيادة الوزير بدي منكم شغلة صغيرة لو سمحتوا تفضل يعني لو سمحتوا تخصصوا لي سيارة جديدة تكون قد المقام بكون ممنونكم ليش وينها سيارتك؟ سيدي صر لبالتصليح اسبوعين وحالة حالة بسيطة بسيطة اعطيني كميون بس شكرا سيدي شكرا موسيقى 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 ممكن توطي لي صوت المسجلة شوية يا أخ على عيني موت كرم عينها لا مو من شانشي بس إذا كان الإنسان طول النهار عم يستقبل ويودع مراجعين وموظفين رح يوجعوا رأسه أكيد ليش بتشتغل حضرتك أنا مستشار الوزير ليش ما انتبهت على وطعي لما طالعتني من قدام الوزارة أنت عدم مؤاخذي ما عرفتك بلا ظهرة الحقيقة أنا سيارتي بالتصليح بس وعدني الوزير بسيارة جديدة بهالكاميون يعني بندرقول إنه من حزن حظي إنه ركبت معي اليوم والله الأمر تابع إليك شو رأيك بقى يا أبو عسيس أبو عسيس نعم استاذ فتح لي البابروس بحي ما يفتحها أنا رازي استاذ فضلك الله يرضى عليك يا أبو عسيس بعضي شو ولد من عندك حتى ياخد فتياسة السكاكر والشوكولالة فوق تكرم عينك استاذ يا نبيل نعم الليب طالعك يا السكاكر على شقة الأستاذ سيسير سرعة شو استاذ سيسير شو القصة شايف مكتر سكاكر ليش ما دريت يا أبو عزيس ستتحسن حالي أكيد رح تتعسن ليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي شو ش الله أعت مبروك يا زيسي الله يبارك فيك يا رب ومنها للأحسن بإذنه يتعالى الله يخلي لياتي يا حقا طيب ليش معتوا بزيارة صديدة؟ وعدوني يخصصولي سيارة بهالكميون او عطل طيب هي لسيارة ها؟ انت زب متشار ولا يهمك وحياتك غير شبح ما رح ركبك تركي المسألة عليّي طيب عفشي البيت ما بنا نغيره؟ طبعاً طبعاً بدنا نغيره، شوفوا على الحكي بدنا نغيره لأنه من هلأ ورايح في ناس على المستوى بدن يجيزورونا ايه لك ها؟ يا عيني، الله وكيلك خبرت رفقاتي وحدة وحدة صاروا يغلوا من الغيرة والحسد وخصوصي ابتسام لأنه ابتسام من يوم ما صار جوزي سكرتير المدير العام ما عد تتحكى إلا بكارت ولا عد تنزار إلا بموعد بس أنا نفست لك ياها تنفيس وقلت لها جوزي صار مستشار الوزير يا مدام السكرتير يا ترى مين جاينا وقت الغداء؟ طبيعي حبيبتي طبيعي يعني لازم تتوقعي من اليوم مرايح قدوم الزوار والمراجعين بكل وقت لأنه بيتك صار بيت مسؤول يعني رجل عام لكل الناس مو بس إليك سهير إن شاء الله بتطلع على قبري يا رب ليش إن شاء الله ألف ألف مبروك الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا تفضل ليش إن شاء الله ألف ألف مبروك يا جار والله إنك بتستاهل شكراً شكراً للك أم سمير تفضلي مين بشريك؟ جارنا أبو عزيز يعني الخبر انطرش بالحارة؟ إيه أكيد انطرش أستاذ هيك خبر حلو حرام يتخبى بعدين لازم الكبير مصغير بالحارة يعرف إنه جارنا صار مستشار شكراً يا أم سمير وتحياتي لأبو سمير آه، والله يا أستاذ تيسير أبو سمير ماسكين وظلم وبهتان بتهم التهريب تلفزيونات تصور، الزلم يجاي من لبنان وجاي بمعه خمس تلفزيونات هدايا لأخواته وخالته قال شو؟ تهريب يعني بجوز الواحد يكون مسافر ويجي وما يجيب معه هدايا طيب والمطلوب؟ يعني حضرتك، أكيد صرت بتعرف الوزراء كلهم ما هيك؟ ايه طبعاً، طبعاً بعرفهم وبتعرف وزير الاقتصاد؟ ايه أنا اللي بعرفه؟ معناتها يخليلي إياك ويطوللي عمرك بدنا منك هيك شي كتاب توصية بلك بيفكوا أسروا وبيطالعوا ايه على عيني يا أم سمير تكرمي هاتيلي وراء أولا على عيني مرحباً يا أهلين، يا أهلين، يا أهلين إن شاء الله ألف مبروك يا أساس تيسير ألف مبروك الله يبارك فيك يا خالد بس من وين دريت أنه أنا صرت مسحار من الوزارة؟ ولاو، الخبر الحلو، ما بيتخبه حبيبي فرحنا لك كثير من وسط قلبنا، أيو الله شكراً يا حبيبي، شكراً أكيد كان في منافسة، ما هي؟ طبعاً، كان في أكثر من مئة واحد تنافسوا على هالمنصب معناته أعرفوا ينقوا بلان خير، ما سنور كيف تحبوا تشربوا؟ شي بدك تشربنا اليوم يا راشيد؟ أنتوا بالعادة تسلبوا قهوة عربية لا لا لا، دخيلك اليوم ما بدي أشرب قهوة لإني شربان أكثر من عشرين فنجان قهوة اليوم قيف؟، ولاش كل هالشي؟ بتعرف بعدما سلمت المنصب الجديد ما عاد لحق مراجعين وزيارات مسؤولين وطبعاً بدك تسايرهم تشرب معهم قهوة وشاي واللزي منه ليش؟ شو تسلمت أستاذ تيسير؟ لك! أستاذ تيسير استلم مستشار بالوزارة يا سلام؟ وصالها ألف مبروك؟ ألف مبروك؟ يعني هلأ قهوتنا صار فيها مستشار؟ ايه في هيك شي بإمكانك تبشر معلمك يتلم لي الله معاني؟ معاني؟ هيا شو كان؟ أستاذ تيسير قال مستشار بالوزارة شو يا حقيقي؟ أفضل وحقيقي يا سلام؟ إن شاء الله ألف ألف مبروك يا تيسير الله يبارد فيه لك يخلي إناياك يا رب تسلم بي لك كنت أحكي من الأول على قليل كنت فرشتلك القهوة ورد وياسمين؟ تسلم تسلم يا روحي أستاذ تيسير ما يحب يحكي كثير عن حاله؟ وإذا استلمت مستشار بالوزارة شو هشغل المهمة يعني؟ لا 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 هذا منصب كبير كثير وحساس شو هلحكي؟ هو مضبوط الحق معك بتتصور أنه أنا كل يوم بحكي مع الوزارة كلهم كل يوم؟ يعني بتحكي مع وزير السياحة؟ طبعاً شيمرتين ثلاثة بنهار بحكي معهم حبيبي وزير السياحة أصبح دخيلك إيدي بزنارك خير شوفي؟ يعني باركي بتحكي معه يرفع لنا تصنيف القهوة من نجمتين لثلاثة نجوم بيزمتك ما مستاهي يعني أهاوي الخمسة نجوم أحسن منها؟ يا ولا يهمك شغلي بسيطة كثير هد لي ورقة وألام على عيني شكراً شكراً بسيطة الله يسلم السيد وزير السياحة الأكرم تحية طيبة وبعد شكراً 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 أهلاً فيك أستاذ المهندس هيسم غراب رئيس الجمعية الفلاحية بوادي العفص صابقاً اتشرفنا يا أهله وسهله مرحباً أنا تيسير المزرباني مستشار أول بالوزارة أستاذ تيسير قلنا عندك شغلة صغيرة خير شو هي؟ أبو خالتي هيسم واعع بمشكلة ومتمنى تنحل على إيدكم شو هي خير؟ يا سيدي متهوم تهمة ظلماً وعدواناً اختلاص ثلاثين مليون ورقة من البنك الزراعي والجمعية الفلاحية وعندي محاكمة كمان كله ظلم بظلم الله وكيلك أبو خالتي وأنا بعرفه أقسم بالله يا أستاذ سيسير أقسم بالله أنه من وقت ما صارت القصة حكا لي أبو عزيز أن أرصت مستشار أول هل هيك تطمّن قلبي فراحة ندري شو صار لي؟ المستشار يا هيسم بيحلوا بيربط ما رجل كرسي؟ طيب شو المطلوب مني هلا؟ يعني كم كتاب من إيديكم الكريمة لأهل مسؤولين معي تاب؟ على عيني وراسي هاتوا لي وراء وألم تفضلوا تفضلوا على محلتي يسير بيك بيقولوا أحسن تفضلوا أهل السهرة تفضلوا تفضلوا أهل السهرة رح أكتب أول كل شي رسالة لوزير العدل ووزير الزراعة ووزير المالية قديم عزك يا أستاذ تايسي الله يخلّي لنا إياك يا رو تشكر حبيبي سيادة وزير العدل الأكرم مو حضرتك المستشار تايسي لمزرباني؟ ايه نعم أنا خير أقول لك يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم عليك هم؟ نعم مو حتى يا عيب الشوم عليك من أنقل موسيقى موسيقى أستاذ سيسير بديك سيادة الوزير بسرعة ولك شرشحت الوزارة الله يشرشحك بهدلتني الله يبهد لك هزيت الكرسي المنتحتي ولك يخرب بيتك ما صر لك جمعة بهذا المنصب ورغم هالشي ما مخلي وزير ولا مسؤول بهالدولة ما انتصالت فيه سيدي أنا بدي يسر مصالح المواطنين سكوت سكوت يسرك وحدي تسهل أمرك بتعرف هذا الغراب يلي حضرت جنابك مخاطب الثلاث وزارات من شانه شو مساوي؟ شو مساوي سيدي؟ ولك هذا ناصب على الجمعية الفلاحية وعلى الفلاحين وعلى البنك وعلى الأعلاف وعلى مؤسسة الدواجل وعلى المباقر وعلى معمل الألبان ولك يخرب بيتك على العمل الغبية يا عاملة سمع شو كاتب؟ سمع حضرتك شو كاتب؟ ونحيطكم علما يا سيادة وزير المالية بأن السيد هيسم غراب بريء من كل التهم التي تنسب إليه وهو مثال الأخلاق الحسنة والحميدة ومثال الأمانة التوقيع المستشار تيسير المزرباني ولك يخرب بيتك أنا آسف معلي الوزير آسف فعلا بلك شو آسف؟ أنا آسف هاي قدم استقالتك فورا فورا يعني مافي حل تاني سيدي؟ لا مافي فورا أمرك سيدي أمرك راح قدم استقالتي على عيني وراسي ممكن ورق أو ألم سيدنا؟ موسيقى 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 اشتركوا في القناة